هنا بولاية أدرار وعلى غرار العديد من مناطق الجنوبة لا يزال سكانها يحافظون على بعض عادات الحياة اليومية حيث يستخدمون القلة لتبريد الماء والشرب منها رغم تطور وسائل التبريد الحديثة بالنسبة أننا هنا في ولاية أدرار وعممنا في الصحراء الجزائرية عامة نستعمل الأواني مسلزمة تقليدية التي هي القلة كان في حاليا ما زال يستعمل القلة خاصة في أوقات الصيف عندنا الحر هنا في ولاية أدرار كان ليس يجمش على الماء على التلاجة ولا فاستعمل الماء على القلة القلة من الأواني التقليدية التي يتم صنعها من مادة الطينة لها فوائد صحية افتعملت قديما ولازالت تستعال إلى يومنا هذا نعمل 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 القلة كانت من المستلزمة في ولاية أدرار قادما لم يكن تستعمل الماء الماء الذي يجبه من الحواسي والمالفقارة ويبرده لازم نرشه القلة هذه صباحاً ومساءاً بش يعني تعطي واحد الماء النكهة وما تخفاكمش بأن الطين يرجع الخصائص نسع الماء بعد ساعتين ولا ثلاثة ولهذا يكون الماء الصحي أفضل من الماء التلاجة وماذا بنا حالياً يعني الناس ستحافظ على هذا نعتبره من أرت منطقة أدرار والصحراء الجزائرية عموماً وما زال ماذا بنا يستعمله الناس جميعاً لأنه طبيعي وصحي هي من الأواني التقليدية التي بقيت صامدة في وجه الزباد ورغم الحدد فهي جزء من موروط شعبي وجب الحفاظ عليها